موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من فتاوى الناس اليوم الجمعة نكمل الحديث عن المولد النبوي الشريف كالمعتاد كل جمعة نسعت دائما بصحبات عليم للجليل فضيلة الدكتور مجدي عشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء كنا قد طرحنا سؤالا على صفحة البرنامج والقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو برأيك كيف نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وغيره من الأسئلة نطرحها على علمنا الجليل بالإضافة إلى ما يريدنا أو يصل إلينا من اتصالات هاتفية لحضرتكم للرد عليها في حلقة اليوم اسمعوا لي في البداية أن أرحب أيما ترحيب بفضيلة الدكتور مجدي عشور فضيلة الدكتور مرحبا فضلتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك في البداية دكتور كتاز أل فضلتك يعني شهر ربيع الأول إجبالا هل في خصوصية لبعض الأفعال يستحب أن نفعلها احتفاء بذكرى ميلاد المصطفى اللي بتحل فيه يعني صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومعلينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أستسمع حضرتك الأول أن احنا نتقدم بخالص العزاء لأنفسنا نعم وللشعب المصري وللحكومة المصرية وللدولة المصرية جميعا فيما حدث اليوم من حادث غدر بجانب مسجد السلام في الهرم وأبنائنا وإخواننا الذين نستشهدوا من الشرطة المصرية الشجاعة التي تدافع عن الأمن والأمان في هذا البلد التعاون مع القوات المسلحة المصرية نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء لأنهم قد قتلوا غدرا والذي يقتل غدرا فهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم والذي يقتل ظلما مثل ما فعل اليوم فهم شهداء تقبلهم الله عز وجل في الشهداء مع النبي والصديقين والصالحين جميعا يا رب العالمين وهذا يرتبط به في شهر المولد القنبلة زرعت جنب مسجد ونالت أبرياء في خسة وغدر وفي ذكرى ميلاد المصطفى ثم أتمسحون برداء الإسلام يعني لا يراعون لا زمانا محترما ولا مكانا محترما فبجانب المسجد وفي يوم جمعة وفي شهر ربيع الأول والناس واقفون آمنين ويؤمنون المكان والناس تذهب للمسجد للصلاة أو خارجون من الصلاة ويفعلون هذا الأمر هذا معناه أن الإرهاب لا دين له أن الذي يتشح ويتزيى بزي الدين وأنه حام حماه والذي يدافع عنه ويقتل الناس في بلد الأمن والأمان هنا وفي هذا اليوم وهذا الوقت وهذا الشهر يفعل هذا بدلا من أن يفرح الناس بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم يحزنون الناس بإراقة الدماء فده معناه أن الإرهاب لا عقل له ولا وطن له ولا دين له ولا أخلاق له صحيح ولا يحبون الإحتفال بأية مناسبة ولا يحبون الفرح ولا يحبون إدخال الصورة على الناس إنما يحبون النكد ولا عزو الله الفكر الإرهابي يحب صناعة الموت ولا يعرف صناعة الحياة الفكر الإرهابي يحب أن يعيش في برق الدماء ولا يستطيع أن يعيش في مجتمع مستقر آمن لأن المجتمع المستقر الآمن سيجعله سواسية مع الناس وهو لا يحب أن يكون سواسية مع الناس يحب أن يتفرد أن يتميز أن يغطر ولعزبلا يتكبر عليهم والإسلام بريء من كل هذا لأن الإسلام لا يعرف الكبر ولا الغور ولا العجب ولا التعالي على الناس نيجي بقى للناس البسطاء الشعب المصري والمنهج المعتاد للوسطي يقول لك تحتفل بمولة سن النبي طبعا نحتفل بمولة سن النبي ده في بعض البلدان بيحتفلوا الثلاثين يوم ده أنا بقول كل مسلم يحتفل في كل لحظة بمولة سن النبي لكل لحظة عند الإنسان اللي فيه لسيدنا النبي منا في رقبة الإنسان فيها لأنك أنت ما كنت مسلما إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحتفل بس خصوصية في شهر ربيع ليه لأنه هل النور في شهر ربيع فلما يهل وعشان كده شهر ربيع يعني زو النسمات زو العبق زو العطرات شهر ربيع فلما يهل النور وأي نور ده الإنسان لما يكون داخل شائقة جديدة حضرتك وداخل فيها نور بيشوفها الأول مرة كده بلا جميلة من نورة وحلوة أو أسر أو غيره بينبسط فبالك في شهر ربيع كل الأنوار تجمعت فيه لأن كل أنوار أي ولي كل أنوار أي واحد صالح كل أنوار أي واحد عالم إنما هي منبثقة من نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى شهر ربيع الأول ده هو شهر الأنوار عشان كده بنحتفل بالأنوار اللي هي أنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل بيه ليه خصوصية آه ليه خصوصية شهر ربيع عشان كده أهل الله إذا دخل شهر ربيع بيعملوا إيه عارف حضرتك بتلاقي فيهم السكينة والأدب والانكسار والتعاون مع الناس وفيها المسامحة عظيم هنتكلم عن شكل الاحتفال ممكن يكون إزاي مولانا بعد إذن فضلتك لكن ناخد بس بعض الاتصالات الهاتفية أم يوسف معنا على الخط من فترة أم يوسف بتكلمنا من الجيزة السلام عليكم أم يوسف أهلا وسهلا تفضلي يا أم يوسف فصل شكل الاحتفال ممكن ياخد إيه الطرق اللي ممكن نحتفل بيها مولانا بص حضرتك أول حاجة لو عشان أساهل للسادة المشاهدين لو واحد انتقل شو باع عن قرب بس واحد مات وبعدين الناس بتعرف ذكره بيعملوا إيه بيذكروا حاجاته الحلوة بيدعولوا وخبال حضرتك بيطلعوا صدقات عندي سيدنا النبي الأمر مختلف يعني فيه اشتراك شوية اللي هو إيه أولا هو ممتش بالمعنى اللي إحنا وضعون يعني لم يمت ذكره وإنما ذكره قائم إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة إنما ندعي له هو مش محتاج دعا مننا سيدنا النبي إيه البديل بقى للدعاء عشان هو غير الناس كلها إن إحنا نصلي ونسلب عليه نمدح فيه صلى الله عليه وسلم طيب التانين من خرب لهم الصدقات أو الصدقة على روح فلان عن سيدنا النبي بتقول إيه صدقات لمساعدة الفقراء فقط ابتهاجا بهذا الشهر الكريم ولكن وإحنا شغل درويش فقط نفضل إحنا نصلي ونسكر وتمعين ما أجملها أن نسكر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المجتمع فين حق الآخرين لذلك من أحسن الأشياء في هذا الشهر إن انت تتخذ سيدنا النبي قدوة فيه طيب لو ما السنك هذا الشهر إذا كده ولو عملنا يوم 12 ربيعي الأول نموذج لهذا الشهر إن تصحى من النوم وكل حاجة هعملها قدامي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف هعمل إيه بقى يبقى تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيك من أول ما تستيقص دي الفجر أو للصبح في يوم 12 وهعمل إيه هفطر هو كان بيفطر إزاي وكان بيبدأ إزاي وكان بيأكل إزاي وكان بيأكل الوحد ولا بيجيب مع الناس وكان بيأكل وسيل بقين جعنين ولا بيعمل إيه طب أنا خلصت الأكل بحمد ربنا ولا بحمدش طب أنا بامل بطني ولا باملاش ولا بيبقى ثلس وثلس وثلس زي ما قال لنا لو حطينا جدول العمل ده بس في يوم 12 ونشوفها يمشي إزاي إذا وجدت الأنوار في سنايا هذا اليوم باقتدائك واقتسائك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاول تقرر التجربة في غير يوم 12 حتى لو في ربيع وممكن تبقى بقية العام الفارق بين الناس اللي هم صالحين في المجتمع وغيرهم إن سيدنا النبي قدامهم في معظم الوقت فييجي في الشغل لا يتقنوا عمله واحد الثاني بيتقن عمله ليه أصلي سيدنا النبي عاي يقول لي انت بتقنش عملك ليه ده ده لو أتقنته هتاخد ثواب ولو ما أتقنتهش هتعقب عليه يبقى سيدنا النبي قدامي يبقى أنا أتقنه يبقى هنا الفارق بين إنسان الصالح في المجتمع والإنسان الفاسد في المجتمع غياب الاقتداء والقدوة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعاوزين نعمل يوم 12 ده في كل حركتنا هخرج هاجي هروح هتعامل هتواصل مع أبي وأمي هتواصل مع إخوتي هتواصل مع أصدقاء وهكذا فإحنا عاوزين نعدد أفعال الخير في شهر الربيع وخاصة في يوم 12 منها نعمل إيه اللي هو صلة الأرحام طيب ميوسف رجعت لنا يا مولاني طيب ناخدها عشان ما تروحش من لنا تاني وبنعتذر لها يا ميوسف أهلا وسهلا سلام عليكم اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم يا دكتور مجل وعليكم صح وبركاته صدك يا دكتور مجلي عندي سؤال بس وعليش الصحوني شوية اتفضلي يا ميوسف بص حضرتك يا دكتور مجلي كنا عايشين فيه كلنا أنا وأخواتي حنا ابنتين وأربع سبيان في ولدين من اخواتي السبيان الكبار كانوا هم الواحدين اللي كما نجاوزين في البيت أخويا الكبير كان عامل شأيتين في بيت أبويا يعني بنهم وأخويا الثاني كبرضو هم عامل شأت في بيت أبويا هو من ملو هو. فطبعا جيه طبعا ايه اخويا الصغير اللي هو اه اللي هو من اخويا كبير حفظ مشاكل بينه وبين ابويا. فطبعا ابويا اضطر ان هو يبيع البيت. قال له شوف يا ابني ايه حقك كام في الشقق اللي انت صرفتها وكده هو وخده. فوالدي طبعا راح مديله حقه. وآآ وقال له ايه خد عشرة البيت طبعا يبقى اربعين الف جنيه من خمسة وعشين سنة. مم. طبعا ايه والدي راح مديله عشرة الاف جنيه. وقال دهول. فطبعا جيه والدي راح ايه اشترى بيت ايه تاني. فجيه اخويا تاني اللي هو الكبير اللي هو وضف شقيتين راح موضف في البيت التاني. اللي هو ايه اشترى البيت التاني راح موضف برضو ايه شقق. فطبعا راحوا بعض شوية راحوا بيعين البيت ايه دوت. وراحوا قال له ما ارتحناش فيه. وراحوا خدوا حتة ارض. حتة الارض دي طبعا طلعت غالية. فوالدي ايه راح ايه قطط ايه عشر تلاف جنيه عليه من ايه منكمة الارض. طبعا اخويا برضو التاني بعد ما خلص كده وقت راح ايه بعدها بمراض عشان يبني النفس شقة في نفس حطة ايه الارض ده ايه. دلوقتي انا والدي توفى. دلوقتي لما والدي توفى وكده هوت. اه اه يعني في يعني برضو مشاكل في بيت فاخواتي عايزين ايه يبيعوا بيتهم. البيت ده هوت. اخويا دلوقتي الكبير اللي وضف كزا شقة بيقول انا لو البيت دوت ابباع. انا ليه ده بمراضي باعته. اخد حق ده بمراضي زيادة. عن ايه? حق الشر. ده السؤال. هل دلوقتي السؤال اولان يا دكتور ماجدي. هل هو مسلا ليه اه حق فعلا زيادة. اللي هو ده بمراضه اللي حطه. خمسين جرام ده من خمسة وعشرين ده سنة. دي فعلا ياخدهم. ولو هياخدهم هياخدهم بسعر الجرامات اللي هي من خمسة وعشرين سنة. ولا من سعر الجرامات اللي هي الحالية. افتوالك تاني بقى يا دكتور ماجدي. اخويا اللي هو خد حقه. هل مثلا ليه في بيت والدي اللي هو حاليا. هو من حقنا احنا بس. من الوقت اللي فيه اخواتي تاني يسو بيانت. اتجوزه بس كل واحد عمل شقته من ماله. يعني ايه هو الاسسة من الالف لليه. ما حدش عمل هاله. قال دلوقتي اخويا اللي هو خد حقه في البيت الاولاني. ليه في مرات والدي. شكرا جزيلا يا ام يوسف. شكرا لحضرتك. ام محمد بن الجيزة. فضل يا ام محمد. فضل الله سلام. ازايك يا دكتور ماجدي. انا لو سمحت يا دكتور ماجدي ولو سمحت يا استاذ. انكم انتم مدقوط عيسى عليها ان لما اقول لكم على. فضل يا ام محمد. بتوسل اليكم بربنا. بكل المسلمين. انا هضيع. انا من الرجل اللي بس سبعين الف جنيه. واخد علي وصل امانة. طيب. على اللا بيض. على اللا بيض. وحاطت فيه ميتان الف. وانا هضيع. والله كسما بعزة جلالة الله. انا وولادي في السارق وعلشان الرجل دي ده خرجت من شائتي انا وعيال وجوزي. وجوزي عمل عملية رجل. والله بالله وبحمل بالله. وديه اللي انا فيه. ان انا سبعين الف جنيه من الراجل وهيمل الوصل الامانة بميتان الف والشيب تقاليتي ده هيملل طيب يا محمد حاضر. خليكي معانا بعد اذن حضرتك زملائنا بس هياخدوا تليفون حضرتك وبياناتك. والامر معروض الحقيقة على اه مشاهدين الكرام واصحاب القلوب الرحيمة. اذا كان هناك من يريد ان يفرج كرب مسلم يعني. فيفرج الله عنه يوم القيامة. ام ايا منين. اتفضل يا مو اي من يا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا مو ايا. يجوز طلاق الحائض ولا لا يجوز. يعني يقع. هل يقع طلاق الحائض? حاضر. في سؤال تاني. ممكن اكفل واتمع من تلفزيون? نعم يا فندم. اكفل واتمع من تلفزيون? لا. اسمعي اه اسمعي يا حضرتك. اسمعينا بقى بعد كده من تلفزيون. هنجوب حضرتك يا مو ايا حاضر. معنا ترفونا التاني فندم? طيب. اه نجيب ام يوسف ومحمد ومو ايا دكتور بعد اذا فانتك. طيب السيدة ام يوسف بقول لها اخوها الكبير اه كل بحتة بياخدوها او بيت بيبني على حسابه. البنى على حسابه ده لان الارض بتاعت والد حضرتك ده على حسابه هو اللاعد فيه السكن. فلازم تعودوه مكان هذا السكن. ويتحسب ويتقدر بكه. ويتحسب بسعر اليوم اللي فيه تقسيم التاركة. يعني بيقول انا بنيت. لا. هو لو كان ادى الوالد الفلوس دي دين قرد للوالد عشان يبني. نقولك يسد الفلوس بنفس التمن او السعر او المبلغ اللي ادى للوالد. انما هو بيبني دي هو عشان يعود في هذا البيت. يبقى اصل البيت للورسة كلهم. انما ما بناه يقدر بسعر اليوم. يعني كانت زمان تساوي خمس الاف. يبقى تساوي خمسين الف. يبقى بخمسين الف. ويتم التخارج بناء على هذا. سواء في البيت الاولاني في البيت التاني في قطعة الارض. اخو حضرتك اللي خد حقه. خد حقه اللي هو هل والدك ادى له حقه. بنا الشقة اللي هو بناها فيبقى ليه في الارض. ولا ادى له حقه وقالك ده حقك في البيت ده كله. وده الوالد عمله كده. هل يقصد حقه في ايه. معنا دازل نعرف من حضرتك. لان الفلوس اللي خدها شيء والمراس اللي بقية بعد الوالد شيء اخر. والورق مكتوب في ايه. اهم حاجة الورق. وكان سؤالها الاول يا دكتور انه اخوها ليه كمان خمسين جرام دهب دفعهم في البيت زمان. فهل يدهم له بسعر النهار ده او بسعر زمان. غير الشائتين اللي وضبهم الاخ الاكتر. على حسب الخمسين جرام دهب حطناهم ازا والعرف عندهم ماش ازا. لو كان قردا يبقى انا ساعتها بيقول انا الخمسين جرام دهب هم قرد. لو قال الخمسين ده جرام دهب قرد ياخدهم خمسين جرام دهب. عظيم. بس يبقى اه نعمل كده وعلى حسب العرف اللي انتم ماشيين عنه. استازن فضلتك ناخد اما العالمين كنت يا حبس الفضلت الدكتور اه. المفروض نقوم بيها. في يوم مولده صلى الله عليه وسلم يكون يعني نقتضي به. ويكون فرحان بنا فيها في هذا اليوم يعني. اه. حاجة كده فعلا غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصدقات. يعني بر في يعني. حاجة كده الفضلت الدكتور. يقول هنك جامعة لكل حاجة بازن الله. شكرا يا اخت الكريمة. اختنا محاسن من الاقصر. اتفضلي. اتفضلي. ايه يا فندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك بقى الفصحة والسلام عليكم. انا حضرتك اه تلت اه. عندي حضرتك تلت اف كده يعني ده السؤال. الصوت واش قوي نرجو ان احدك تحاول تتصل بينا تاني من تريفون ارضي بعد اذنك اه حاجة محاسن. واحنا في انتظار سؤال اه او اسئلة حضرتك التلاتة ان شاء الله. فاصل سريع نعود بعدها وليفضلت الدكتور بكدي عشور. الذي التفضل بالرد على الاسئلة التي لدينا واستقبال مجموعة اخرى ان شاء الله ابقى واحدة. ورحب بكم مجددا مشاهدين الكرام في الجزء التاني من فتاوى الناس ليوم الجمعة عادت الينا اختنا امي يوسف اه من الجيزة كانت صاحبة اول تليفون بتتكلم عن البيت بتاع اه والدها واخواتها تفضل يا امي يوسف فيه استفسار سريع? انا والدي لما اه قد الاخوية حقه اه كتبه ورقة ومضى عليها انا السلام تحقي في اه في مراس ابويا. في حقي اه في بيع بيت ابويا. كده او بالنصة انا السلام انت حقي في بيع بيت ابويا. واحنا الوقت عايزين يبيع البيت اللي احنا فيه دلوقتي حاليا. اه هو ليه فيه دلوقتي يا دكتر مجدي? هو خد حقه واشترى الشقة. دي من خمسة وعشرين سنة. بعد ما والدي طبعا ان هي الله يرحمه بلميموت كتبه الورقة ده اهية ان هو خد حقه. فانا لا يقسم الا بعد الموت. اه انما والدك اتصرف في في الحاجة. من حياته. اه. انما لو قال انا متنازل عن حقي من المراث من والدي بعد كذا. فده ممكن نتكلم فيها. فانا شايف ان انتو اه الامر يجي بالطراضي. اه. بينك وبين اخوتك. احسن. عاشي خاطر ما يحصل زعل. خاصة ممكن يكون اياما كان الامر مش غالية اوي. دلوقتي هو شاف ان اغلش وممكن تتباع. فالنفوس بتتحرك. فبقول لحضرتك. حتى ولو كان تنازل عن الميراث. الذي لم يدخل في ملكه اصلا. والده كان موجود. هو مش ميراث اصلا. اه. ولكن هو تنازل. فنعود معاه ونتفاهم بالطراضي احسن بينكم وبين بعضكم. ان شاء الله دكتور. طيب. اه اختنا ام محمد من الجيزة. دي يعني بتمر بظروف صعبة دكتور. في تعليق. يعني طبعا احنا اه السادة المشاهدين واصحاب القلوب الطيبة. اللي بيساعدوا في هذا الشهر المبارك شهر ربيع. اه يشوفوا يعني ان شاء الله يعني من يتحنن قلبه على مثل هذه الامور. بس يتحقق. اولا ان هذا الشخص يستحق هذا المبلغ. او جزء من هذا المبلغ. احنا مش بنطعم في السيدة المحمد. ولكن عشان في ناس كتير بيقولوا احنا عاوزين وميش مستحقين. فالسادة اللي بيساعده المتبرعين من المشاهدين او غيرهم. او نروح الجماعيات الخيرية جماعيات المجتمع المدني بيعملوا كده. وان كان المبلغ كبير شوية بالنسبة للغارمين. ولكن ان شاء الله ربنا اه ان شاء الله يفكا عنكم. وهيكشف عنكم الهم والغم. نعم. هناخد بس مدام فيفي من الجيزة. وانواصل مع فضلتك يا دكتور مجدي. فضل يا مدام فيفي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك. وحضرتك في حدود 24 جرام حاجة زي كده يعني. فأسمناه و اه يعني على لما بعيني يعني جب 24 الف ونص حاجة زي كده يعني. فاخواتي السوبيان احنا تلت بنات. والبقاء تسعة سوبيان. فكلهم وفقوا معادة واحد بس قلق انا هيقض حق الشارعي. فاخواتي كلهم السوبيان كان عايزين يسبهون احنا يعني خالص. احنا مردناش. لما لقى انا مبلغ مردناش. الكلام ده من عشر سنين. فآآ جينا لما قسمناه اخ واحد بس لقى لا انا هاخد حق الشرعي. والباقي وفق ان ما احنا يكون لنا ناخد ولد زي البنت. هل اللي حصل ده غلط ولا صح يا شيخنا? يعني هو تقسم على هذا الاساس? موفقين ان الباقي. موفقين ان احنا ناخد زيهم زينا يعني. واتقسم بكده. حاضر. شكرا جزيلا يا مدان فيفي. خلينا نرجع المؤية مولانا. اه. طيب ناخد الاول بس محمود من الشرعية. تفضل يا حاجة محمود. حلام عليكم يا دبطر مجد. وعليكم صاحبنا كاتو. الله يبيرك في ساعتك. اه حضرت. الله يبيرك في ساعتك في دي. لا ما تسمعناش بالتلفزيون حاجة محمود من التلفون. وط التلفزيون وكلمنا من التلفزيون بعد ازن فضرتك. اه بعد ازن. اه بعد ازن. فضل. انا لقد بسمعتك من التلفزيون. فضل حضرتك. اه حضرتك احنا يعني اه اخوات بنات وبنين. وكان اه والدتي يا الله يلحمها. كان لها اه حيثة ارض. واحنا بنناها الاولاد اللي بنوا. الاساس والمحلات. اه والدور الارضي. والدور الاول لعلوي. وبعدين بعد وفاتها اخواتي البنين. احنا قلنا يعني كل واحد ياخد حقه. قالوا ان احنا عايزين نبيع. نبيع. وكل واحد من الاولاد. اه بنا شقة خاصة دي من ماله الخاص. على قطر الارض اللي ياملك الام. وابلت عادها. وبعدين اه لما توفت الام. فالبنات والاولاد. البنات هم اللي قالوا ان البنات كلهم بنين اه خارج البيت وربنا نوسع عليهم. وآآ قالوا عايزين نبيع البيت كله. فبيع البيت كله حيث سببه احنا اه ازا وضرر كتير لان انا احنا لما بنين البيت كان كل واحد من الاولاد حاجز محل له. وقالنا الوالد اللي الله يرحمه. ان احنا المحلات دي اعزينها عشان نسترزق منها. لان احنا بنينها. وبنين الشقة بتاعتنا. فلو هم بيرزمونا وعايدين يجبرونا ان احنا يبيع الشقة بتاعتنا اللي احنا قاعدين فيها. وعايدين يبيع المحلات. لغم ان احنا وراء صغو. آآ وكده فيها. فبيقول لك ان يبيع البيت لان بيت لو باع كله حيجيب قرش كويس. يا اخوانا طيب بيعوا ما ياخد سقم. ادوني حسطي في الارضية. وآآ يعني كمحل افترزق منه. وشقاتي. لان اه الام الله يرحمها. يعني برضو كان بنت لبنتين شقة. من مالها الخاص. وكتبتهم لا يعني 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 كتبت لنا وللاولاد والليبنات. في حال حياتها الشقة اللي احنا بنناها كان لها بيع وشرب منها بعقود آآ في المحكمة. آآ فقالنا بيع وشقاته. وما تلزمناش احنا بالبيع لان البيع فيه شتات لنا. وفيه ضياع لنا. وانتم مستخدين. احنا مش مستخدين. احنا نحنا بننا عشان نقعد. آآ الخلاف على ان احنا عايدين يجوروا ان احنا البيع للمحلات. انا انا طلبتها تبتلهم مرأة. ويطلهم يا اخوانا. تعالوا آآ نتقاسم وشوفوا. انا ادوني حسطي في الارضية. انا حسطي في الارضية تسمح بمحل آآ باقام محل. والليه شقة. دي ميراتي. والباية بيعوا اكتبوا شقة اكتبوا بيعنا آآ مثل شقة للبيع. آآ بك كده. حتلاقي المشترين لها. بيعوا حسطكم في في الارضية برضو. مختلفين وعملين لنا مشكلة عمضة عندنا. شكرا جزيلا آآ عموما السورة عرض حاوس محمود وفضلت الدكتور مجدهي وجيب فضلت حضرتك ان شاء الله. معنا الاستاذ ابراهيم آآ من اسكندرية. تفضل استاذ ابراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانا. ازاها ركا بكتور مجدد. اه لمساعدة بيك يا فبا. يعني مساعدة بيك. والله معلش بس كنت عايز اسأل حضرتك بس آآ وكنت نظرت حاجة آآ شيء كده معين وآآ معلش نسيت النادرة يعني كنت مثلا بقول والله لو نجحت بشيء محرم معين يعني هعمل كذا وهعمل كذا فانا فيه. فممكن ايه مثلا كفارة اليمين ولا ايه مثلا اعمل حاضر. شكرا جزيلا يا استاذ ابراهيم. آآ نروح لأختنا ام احمد بن بني سويف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا امه. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف خير يا فان. ممكن اه كانوا بفرولة الشيخ. معاك الشيخ مجد تفضلي. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا السلام يا دكتور بس ما انا اسألك سواء. آآ انا عندي عندي حسية جديدة. طيب حاولي تانية موسف ترجع لنا مفيش مشكلة. هنروح لأختنا آآ ام ايا من البنية فضيلة الدكتور. هل يقع طلاق الحائط? عندنا في المذهب المختار في آآ مجمع البحوث الاسلامية وضر افتاق المصرية. ان طلاق الحائط يقع. بمعنى ايه? بمعنى العلماء في علماء اختلفوا. اهل السنة بيقولوا ان الرجل اذا طلق امرأته في ايام الحائط. او في طهر جامعها في. اعزكم الله. هنا الطلاق يقع وان كان اثما. يأثم شرعا. بيسموه طلاق بدعي. طلاق الحائطة. يعني ارتكبت بدعة. ولكن يقع. يقولوا انه هو يأسم فاعله شيء. ويبقى عليه حرمانية. وانه هو يقع شيء اخر. في مذهب غير اهل السنة. بيقول لا. الطلاق البدعي ته يقع. طلاق الحائط يقع. احنا بيقول لا. مذهب اهل السنة والجماعة عندنا. ان الطلاق. الطلاق الحائط. يعني طلاق المرأة في ايام حيضها. يحسب من الطلاق. فليحذر كل انسان في ما يتكلف. المذهب الثاني ده بيقول لا يقع. المذهب الآخر وهو مذهب ممكن الشيعة الامامية. بيقول ان الطلاق البدعي لا يقع. نعم. لكن اهل السنة والجماعة على اهل السنة. الا اصغر الشريف وكله. لا يقول الطلاق البدعي يقع وان كان يأثم فاعله. بمعنى يرتكب اثم. نعم. طيب. اما طلاق من سهاج مولانا. اهم الفضائل اللي يستحسن انسان يقوم بيها في يوم ميلاد المصطفى وفي الشهر الكريم يعني. احنا حضرتك لو عاوزة يا عاوزة تميز يعني. نعمل ايه. التميز بيكون على قدر التعب. فلو حضرتك بتعملي في يوم بصلي على سيدنا النبي الف مرة. اعمل عشر تلاف مرة. فيه تميز. لو انا بطلع في اليوم في الاسبوع عشرة جنيه. اروح مطلع عشرين جنيه. اكتر شوية. لو انا بقرأ ورد صغير من القرآن ازوده. لو انا ازود من الطاعات اللي بعملها. لو انا بكلم والدتي في التليفون مرة كل يوم بس اعليها وانا متزوجة. اكلمها النهاردة ثلاث مرات. او اروح لها. يبقى احسن. لو انا في جنبي واحد وحدة ارمالة محتاجة. او واحدة مخصمها ومش بكلمها ومش عاوز اكلمها نفسي مش جايباني اكلمها. او واحد يعني. اعمل ايه النهاردة؟ لأ ده نهاجع على نفسي النهاردة واروح اكلمه. اعمل الحاجة اللي نفسي مكتش موافقة عليها اصلا. او مش متحملها قوي. اروح عملها كده حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لانه امر بالتسامح. وامل بالتراضي. فاحنا نعمل كده. شفت انا قلت حاجات كتير. اخرج صداقات واطعم طعام وقصرة ذكر. اه بعكس الايام العادية. وانه هنعمل حاجات المخلفة للنفس. دي اللي فيها تميز اكتر. اهم حاجة انه احنا نفرح بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لان سيدنا النبي ورد في بعض الاثر يقول لي من فرح بنا فرحنا به. اللي يفرح بسيدنا النبي سيدنا النبي يفرح به. واللي يفرح به سيدنا النبي بخلاص. ده كده بقى ان شاء الله بإذن الله يعني ينالي الشفاعة نسأل الله عز وجل ان تغمرنا شفاعة سيدنا رسول السلام. نحن والسادة المشاهدون جميعا يا رب. عندنا في حد مدام فيفي مجيزة دكتور. اه لا. اخت محاسم من الوسر ما تصريح. اه قطع مدام فيفي. اه هم قسموا قيمة سعر الدهب اللي اتباع اللي ورثوا عن والدتهم. بالتساوي. 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 الميراث. الاصل فيه انه حكم الله. للذكر مثل حظ الانثائين اذا كان في مرتبة واحدة. طيب جال اخواته البنات. اخواته بنح يعني. بيحبوا خطم البنات. فقال انا اقسم بالتساوي. ماشي. ده تنازل. يبقى الذي يتنازل يقاسم بالتساوي. الذي لا يريد ويرجع لاصل الشرع. انا عاوز بالذكر مثل حظ الانثائين. نقوله حقك. بالذكر مثل حظ الانثائين. ونمشي على كده. فحضرتك اللي مش عاوز يدي اكتر من حقه. يبقى ما يديش. ونديره حقه كاملا. اللي بيتراضى ويعمل وبعمل كده عشان خاطر الرحم. يبقى جزاه الله خيرا. وربنا يكرمه ان شاء الله. يبقى كل واحد يدور الحقه وده مش عيب. الممي قسمة الله عز وجل كما جاءت في المواريس. وما بقي بعد ذلك يكونوا بالتراضي بين الاطراف جميعا. انا اخوة سيد سيد من الوبيانة سمحت لي. تفضل. سيد سيد تفضل. سيد سيد تفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه اه فضلت الشيخ انا سألت سؤال الحلقة اللي فادت وحضرتك مرحبش تجاوبني عليه. تفضل. اه انا كنت نادر نادر قلت ربنا كان عنا يا دين. قلت ربنا يسدوا عني وهتبح. دي بيحة لله. دلوقتي حضرتك اه انا ليه اخواتي المتزوجين بناك متزوجين متتلهم من اللحمة دي. اه هل دي ان انا ممكن ادفع ادفع تمن اللحمة اللي انا ديها لاخواتي. النص اللي قلته في النذر ايه انه يعني ازا ازا سددت الدين هتنظر وهتخرج ازاي يعني. اه. قلت ربنا هتدى عني وهتبح دي بيحة لله. بس كده. ده ده النص يعني. ايه والنص بتاعه ده. وحيزي عرفي لنا ديته لاخواتي. ده خارج اللي انا عملته ممكن ادفع تمنه ولا ولا هو على كده مثلا مفيش عليا حاجة. حاضر. والمحتويات بتاعت الدبيحة من جوه زي الحاجات الداخلية بتاعتها الكرشة والكبدة والحاجات دي. هل هي كمان كانت تخرج ولا تفضل للبيت. انا هاكل منه والدي والدتي ياكلوا منه ولا لأ? حاضر. شكرا جزيلا يا سيد سيد. وابقى معنا بعد الفاصل فاضلت الدكتور مجدي. اه هيجيبك ان شاء الله ما تقلقش ان شاء الله هنجيبك بس ناخد لاخت سهام قبل ما نطلع الفاصل. ازا سهام تفضلي. امه وسام. ايوه السلام عليكم يا ابني. امه اسلام من الجيزة تفضلي. عليكم السلام. فضلي يا امه اسلام. انتوا طيبين. وحضرتك طيبة يا هانيم ربنا احفظك. انا بقول لكم بقى الاحتفال بالرسول عليه السلام. انا كنت معارف اه سلطنة عمان. اه. فالجوم يحتفلوا بيه جميل جميل او يا ابني. اول ما فيش اجازة هناك. وقل مدرسة اعجابه ترابيزة والبنات كلنا تلصصنا حواليه. ولقيت علم علم. في قصيدة بيقولوها من اول ما السيدة امينة حمد او من اول ما جاوزت اه السيد عبدالله وامينة جاوزوا سوا. اه. ومن ساعة ما حملت. قصيدة بيقولوها. وبعدين لما جيه. كلنا قاعدين في الارض ده. لما جيه مولد النبهة السلام. فجرت. مش هزا. مش هزا. مش هزا. من المنصف. الجبيل. وقفوا اعطي رشع على الهيح. وشكرتان. وثغرين. وانا مش هزا كامل يا ابني من الصرح. شكرا يا ام اسلام. ببنا احفظك ويبارك فيك. يعني يا ايه طقوس طبعا كل مجتمع له طقوسه الخاصة وسمته في الاحتفال اه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن فضيل دكتور مجد الحاجة اوضح لنا اه يعني ازاي احنا يعني ننتهز ونستغل لهذه الايام الطيبات في ان احنا نتقرب من المولى بالذكر والصلاة على رسولنا الكريم. امو محمد من الغربية تفضلي. امو محمد تفضلي. اه لو سمحت انا لها بنت وآآ ايوة. تسمعين حضرتك تفضلي. اه ما تجوزهم معها ولدين. ايوة. اه اه حصل منها اخطاء يعني خطأ وآآ كلمة زميلها في الشغل وكده. هو جزء عارف. فالبقى عايزين يعملينها الموضوع بالطلاق. اه. هي تابت وآآ بتقول انا آآ اخطأت وكان شيطان وكده. فهو بيقول له لها تعمل لاش الي حقوق. يعني هو مفيش ازم منها بس كان زميل وبيتكلمه مع بعض في الموبايل. مفيش اكتر من كده يعني. لا. وهم عايزين يعني آآ طيب. شكرا جزيلا ومحمد. حاضر. خلونا نطلع الى فاصل الاخير وانعود بعد ورفضات الدكتور مجدي ليستكمل اجابته على اسئلة حضرتك. مشاهدة. رحب بحضراتكم مجددا في الجزء التالت والاخير من فتاة والناس ليوم الجمعة. ان شاء الله فضلت الدكتور مجدي يجيب على كل اسئلة وانا استخدم ايضا اسئلة اخرى من حضراتكم. آآ كنا وقفنا عند مدام فيفيا دكتور. آآ جاوبناها. السيد محمود من الشرق ايه? آآ فكرة حالك البيت. آآ بيقول البيت. هم اخواتهم البنات مصرين على بيع البيت. علشان يجيب. احنا اعوزين يقول لاخواتهم البنات يعني لا ضرر ولا ضرر. طب هم السكنين في البيت في الشؤاء. وهم اللي بنوها. هيبيعوا البيت ويطلعوا يعودوا فين. آآ. فعاوزين يعمل عملية تخارج. فانا بنصح الاساس محمود. واخواته يجون في دار الافتاء المصرية. آآ. عندنا لجنة اسمها لجنة فضل المنازعات. هذه اللجنة بتيجلس فيها جميع الاطراف. وبيحصل تراضي وتوافق ويكتبوا كده فيما بينهم يعني. والشيخ يكون قاعد معهم يقرب المسافات بينهم. لان الامر ده ما ينفعش فيه التقاضي متعب. خاصة بين الاخوة. فعاوزين التراضي. وعاوزين برضو نراعي الواقع ولا نضرش حد. انا هستفيد ضحقهم البنات. ولكن طب احنا سكنين نروح فين. فده يحتاج الى ان احنا نجلس سويا. فاطلب من حضرتك ان ان انت تتصل بنا في دار الافتاء المصرية. وان شاء الله في لجنة تفضل المنازعات. واحنا ان شاء الله نحدد لك موعد وتأتي انت واخوتك البنات كلهم واخوتك السبيان. وان شاء الله يتحلل المشكلة بشفي حاجة بازن الله. طيب سويا من اسكندرية. نذر ونسي. ايه النذر للنذر. ويعني فيه كفارة يا دكتور بسال. اه يعني اه هو نذر. وقال نذرته. مش فاكر ايه نذر ايه. فلو كان نذر ولم يذكر ما هو النذر تماما. فعليه انه هو يخرج كفارة يمين ادعم عشرة مساكين. بس لو كان ناسي بالفعل مش عارف. انما لو غلب على ظني او جاءه الظن ان انا نذرت كذا فيخرج ده. ليه من باب الاحتياط. انما مش فاكر خالص اتمسحت من الزاكرة. انا قلت نزرت بس ما عرفش قلت ايه. خالص. هل انت حضرتك معتاد في مثل هذه الامور. ما كل حاجة توقف عاوزة تمشي. بنزر يعني بقول حاجة معينة. بنزر نذر معين. اعمل زيه كده. لو كنت انا معتاد على كده. مش معتاد على كده. يبقى اطعم عشرة مساكين. نعم. السؤال قريب. الاخ سيد من الاليوبية نذر وذبح وخرج. بس ادى الاخوات المتجوزين من الدبح. هو كان بيقول يعني هيخرج لله هذا النذر. ما هو النذر بيخرج لله يعني الفقراء. لو كان اخوات حضرتك محتاجين. والمحتاجين دي مبينة يعني ايه. يعني واحد اخو موظف وبياخد الف وخمسمة جنيه وعنده اربع عيال. ده محتاج. ندينه من النذر لانه فقير. فندينه من النذر. مش لازم فقير يعني مش لاقي خالص. طبعا ده اولا. انما التاني برضو فقير. فندينه وانفهاش حاجة. انما والكبدة والفش حضرتك بتقول الكبدة والفش وحاجات دي كلها تخرج كلها للفقراء والمساكين. طب لو ما خرجتش يوكلها هو والاسرة والوالد والوالد. يبقى ما اكل منه على المذهب المختار يخرجه صدقات للفقراء والمساكين. تشوف بكم كده انت عملت خرجه ادوا للفقراء والمساكين. عزيم. اذا اكلت لنفسك او اعطيت احدا غير محتاج. عزيم. يقدر قيمته يخرجه صدقات يعني. نعم. اختنا هناء من بني سوفي صدالي. يا استاذ هناء. فصل. طيب اه مدام فاطمة من الجيزة. السلام عليكم. الله خيرا على البرنامج ده كل سنة وانتو طيبين والكمة الاسمية طيبة مولد اه حبيب. كل سنة وحرك طيب. سؤالين سريع وطلب لو سمحت الدكتور مجدي. بعد اذن حضرتك يا دكتور مجدي. النزر انا تقريبا كنت سمعته. النزر كله يطلع لله لو مثلا بنتي قالت انا لو جبت ولدها هتبع حروف. كله يطلع لله ما ينفعش هي ولا والدتها ولا حد من اهل البيت يأكل ولا لأ. اول سؤال. تاني سؤال لو سمحت حضرتك او الطلب اللي انا فاكرها الوقتي الطلب. انا السؤالين دول كنت سألتهم. لما يعني طلب خاص. لما نسأل اسئلة لو سمحت. انه احيانا ما شاء الله الاسئلة بتبقى كتيرة. فبيؤجر الاجابة عليها للمرة الجاية. مشكلة ان احنا لما باجي بقى عايزة سؤال ببقى قعدة مخصوص للحلقة عشان اطلب واسمع الرد والاجابة في نفس الوقت. فاني اه ابقى اقدر استنى الحلقة اللي وراها ولا اللي بعدها عشان اسمحها وغالبا الوراها ده ممكن يبقى بيصادف مقدرش اسمحها. فرجاء لو سمحت. لو وقت البرنامج ما يكفيش بلاش ناخد مكالمات على اساس ان الواحد لما بيتصر بيبقى نفسه يسمع الاجابة في ساعتها. حاضر. ده ده الطلب التاني لو ممكن او مسموح. السؤال التاني بقى او ده الطلب الاولاني. السؤال التاني سريعا هل فلوس المستشفيات زي مستشفى ابو الريش ده اللي كنت سألته او مستشفى سبعة وخمسين او اي مستشفيات هل الفلوس اني ادفعها لازم ادفعها كاش تطلع كنوع من مصارف الزكاة ولا ممكن انا كنوع من الابقى متطمنة اكتر او مجهود اكتر افزله عشان اخد سواب بروح انا بنفسي بالمبلغ الفلوس الزكاة ده اشتري ادوية او اشتري دم هما محتاجينه. فهل ينفع انزل اشتري الدم ووديها للمستشفى الادوية والدم من الصيدليات ووديها للمستشفى. شكرا. ولا لازم ادفعها. عيني ولا نقدي انا اشان هاتي مطمئنة. شكرا جزاكم الله. شكرا. 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 مدام هنأمن بني سوف رجاءت لنا تاني. تفضلي يا استوزة هنا. عليكم السلام. علا. ده ده سبب عدرتك. فضالي. الزه الاول اه معي واحدة في الشغل متجوزة بلا جوزة اكتر من تلاتين سنة. وجوزت ولادها اه وكل حاجة وجوزة ايه. عايز اتجوز عليها وعملت مع جوزة حاجة كتير او. وبتقول انا حلفت او حلفت عن مصحف لو اتجوزت غيري مع موتك. هو حلفت عن مصحف بلا مش هتجوز غيرك. بقولك حلفان المصحف ده معناته قاش. يعني انت واحدة تعمل اي يعني في حلفان المصحف اللي هي جلته. حاضر. اه السؤال التاني حضرتك اه معي واحدة جريبت في الشغل. حصلت مساكل بنا وبعدها بس انا ما بابتكلمهاش. يعني مسلا هي بجوز سامو عليكم وارد عليها السلام بس. بس ما اخلطت بيها ولا اقول لها ازاك ولا عملها حاجة. انا ضغط عليها زم. عليها زم جمد يعني. ان انا عماتي كده. المختصرات لها مش عزة مشاكل من يحدانية بتنجل الكلام وكده يعني. بس ما فيش قطيع بتسلمه على بعض يعني. اه اه سامو عليكم بقول اخلط عليها سامو خلص. بس ما اخلطتش نفسي بيها. تفضلي تفضلي تفضلي. الثالث ثالث حضرتك احنا في ايام مفترغ دووقتي عزم اه ممكن سنو يمتنصر و تلتصر و اربح تصر و خمس تصر ولا ما ينفع. حاضر. ايام ايبلك ايام ايام مفترغ دووقتي. شكرا جزيلا يا مدام هناء تبعين. هارجع تاني مع فاضلة الدكتور مجدي. انتهينا من الاساس هيد من الالوبية. عندنا ام اسلام الجيزة دكتور. اه. يعني نحف بالحس كده بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدل على الحب. لان الحب اوله ضموع وانكسار. فاخواننا في عمان الدولة المباركة طيبة دهم. لهم احتفالات لنا محبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبيتعاملوا بالطريقة صحيحة جميلة. ان هم يقولوا القصائد اللي فيها متح وثناء على سيدنا النبي صلى الله وسلم. وده في عمان جميل اخواننا هناك. وايضا بيحصل في دول كتير ومن دول المغرب العربي. تونس والجزائر والمغرب بيعملوا كده. السيدنا العلماء كابلوا ايه سيدنا الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري شيخ يقول ما كان كتابان يقرآني دوما وطار في الخافقين مثل البردة للامام البصيري اللي هو اروها في عمان. او كتاب دلائل الخيرات في الصلاة والسلام على خير البريات لسيدنا الامام الجزولي او الشيخ الجزولي. ده صيغة للصلاة والسلام على سيد النبي. والبردة طبعا كنا نعمل في امام بصيري مدحل سيدنا النبي. وده اظن اللي بيعملوه في بلدنا الشقيق عمان بيقرأوه. واول ما يوصلوا لذكر المولد اه اه على طول يعني ابان مولده عن طيب عنصره. يوموا يقفوا اجلالا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما حد داخل كده. فنعمل كده ونقرأ البردة ونقرأ في دلائل الخيرات في قصة الصلاة والسلام على خير البريات. ام محمد من غربية اه بنتها يعني اه زوجها عاوز تطلقها ومش عاوز تلاحقها. لانه يعني شاف عليها خطأ بتتواصل مع زميل لها عبر التليفون وكده. لا الخطأ عبر التليفون. الحقوق آآ آآ غير ان الخطأ اللي حصل. الحقوق بمعنى ايه النفقة. طالما ان هي زوجة يبقى واجب على الزوج النفقة. اخطأت اعلمها. والخطأ اذا كان كبيرا ولعزب الله يعني اخطأت كده وانت مش عاوزة خلاص تطلقها. وينقطع النفقة بعد الطلاق بعد انتهاء العدة. انما طالما هي في عصمة الرجل فواجب عليه الانفاق على هذه المرأة وينعلمها بقا. ما هو ممكن الراجل برضو يتكلم ويعمل على التليفون. فيسامحها والمسامح كريم. ولم تعملش كده خاصة ان والدتها باين عليها ان هي عنفتها. اسرة طيبة يعني. ان هي اسرة طيبة. وبعدين يعني ومنزل الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرأة نبلا ان تعدى معايبه. واحد اخطأ خطأ خطأين طالما مش كبير. وتتحمل وخلاص. يبقى نفقة شيء. والحقوق الشرعية المترتبة. يعني نفقة الاولاد بعد كده لا قدر الله حصل طلاق. دي حقوق مالهاش علاقة بالاسباب الطلاق. سابتة اسباب الطلاق مالهاش دعوة. ما فعلته من اخطاء لا شأن. اختنا فاطمة من الجيزة اه النذر يعني. يتطلعوا كله وبنتها. يتطلعوا. احنا وانا النذر تخرجه للفقراء. حتى لو كان هذا الفقير اخي. فبدلوا الفقير. لو اخويا فقير ادلوا اختي. مش فقير مادهاش ودي للفقراء. طيب. السؤال التاني هي لها رجاء طبعا هننظر فيه فلوس المستشفيات يا دكتور. هل هي تروح تدي الزكا نقدي ولا تشتري يعني مستلزمات وتقدمها? والله هنا انا بقول في مثل هذه الامور بازهب لمدير المستشفيات. او جال معناه بقوله ليه? لانهم اعرف بالحاجات اللي محتاجينها. واعرف هنا محتاجين ادية وهنا طب ممكن حد تتخذي تجيبي دم مثلا. او تجيبي ادوية. وهما محتاجين دم. فاحنا عاوزين الدم. فبروح هو عارف الاولويات ليه? لان المرضى محتاجين دم ما اكتر. فبروح بس ايه? بروح ويكون هما اللي عارفين وعندهم قاعدة ببيانات ومحتاجين ايه اكثر وكل الحاجات دي كلها. وانت مروحك لدفعي هذا كأنك راح تشتري من الصيدة ليه? يبقى كأنك رحت بنفسك واتيتي الزكاة. اعطيت الزكاة. وذهبتي الى الفقير. زهابك للمستشفى ده هو زهابك للفقير. تماما. ولكن هما عشان عندهم قاعدة البيانات وضع الاصل فيها. عندهم قاعدة البيانات عارفين ايه الاحتياج. فهم اللي يعرفوا يجيبوا ايه تماما. المهم تدي في الجهة المستحقة. المهم تدي في الجهة الامنة. وتاخدي ايصال بهذا. طيب الاختة هنان من بني سويف. الاستاذ هنان من بني سويف بيقول بمراضته يعني طبعا بتغيب دعا تلاتين سنة وهو بيلعب بيها شوية. هيجوز ويبتقول له وجوزت غيرها موتك. وحلفت بالمصحف. لا ان شاء الله مش هتموته ولا حاجة. والمصحف مش هيقع. وما فيش اي حاجة. الحالف بالمصحف بيقع. بس احنا بنقول يعني لو وجوز غيرها هتموته يعني عشان تمشي على المصحف وتقتل. يعني ما منفعش. يعني من حلف ان يعصي الله فلا يعصيه ولا يكفر عن حالفي. فما يكونش كده ان شاء الله ما يكونش فيه جواز تاني ولا حاجة. وما يكونش فيه اي حاجة مضرة بإذن الله. طبعا برد السلام على صحبتي طالما ان الصحبة بيجي منها ضرر اجنبها. بس ارد عليها السلام. واتعامل فيه اضيق الحدود. وبالحدود اللي تعلمها ان انا كم انا اتخلق باخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تصوم؟ يوم اتناشر و تلاتاشر و تلاتاشر و خمساشر. لا. المستحب الاحسن والاولى نسوم تلاتاشر و اربعتاشر و خمساشر. دي اللي وردت فيه نوسوس. يوم اتناشر نخليه فرح كده. وقلنا يعني الناس كلها تاكل فيه تطعم الطعام. ونوسع على الاولاد والاهل والحلويات. بس ما نقطرش عشان السكر يعني ما بيش فيه ازم ولا حاجة. بس ناكل حلوات عشان نحلي الفم الذي يكتر. والقلب الذي يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فده شيء مهمة اوي. هي بس قالت حضر لك السؤال و الجواب عشان ده شيء مهم. احنا حضرتك عندك حق. ناخد الاسئلة. ونجيب ان شاء الله. حتى لا نؤجل احدا الى الحلقة القادمة. او نجيب عن كل الاسئلة على الجنسة زي ما بنعمل ساعات كده ان شاء الله. زي ما عملنا النهاردة كده. ان شاء الله. لفتفوك. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مجد عشور. المستشار العلمي. لفضيلة مفتديار المصرية. وامين الفتوى بدار الافتاء. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. ونلقاكم غدا باذن الله وحلقة جديدة من فتاوى الناس. دمتم في امان الله ورعايته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة